موسيقى وقف اطلاق النار في الحديدة باليمن سيبدأ منتصف الليل اي بعد ساعتين من الان ويلي عملية وقف اطلاق النار انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة الى خارجها على ان تتولى قوات محلية مسئولية حفظ امن واستقرار المدينة تحت اشراف الامم المتحدة من جهته اعلن التحالف العربي انه لو لم يكن الضغط العسكري على الميليشيات الانقلابية على كل الجبهات لما جلس الحوثيون الى طاولة الحوار وقال العقيد المالكي المتحدث باسم التحالف ان الاتفاق خطوة مهمة لاعادة الحكومة الشرعية ومؤسساتها ميليشيات الحوثي تعيش ايامها الاخيرة في الموانئ اليمنية المطلة على البحر الاحمر بعد ايام قليلة يبدأ انسحاب الميليشيات الحوثية من ثلاثة موانئ في الحديدة الميناء الرئيسي والصليف الواقعي الشمالي المدينة بالاضافة الى رأس عيسى وهو ميناء تصدير النفط الخام خروج الميليشيات من هذه المنشآت الهيوية كمرحلة اولى وفق اتفاق مشاورات السويد سيبدأ بعد اربعة ايام من دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة الاولى من يوم الثلاثة تلي عملية الانسحاب من الموانئ مرحلة ثانية وهي انسحاب الميليشيات من طريق الحديدة صنعاء على ان تتراجع مسافة نصف كيلو متر واخيرا الخروج النهائي من المدينة نحو مناطق تقع في شمال المحافظة القوات الحكومية الموجودة في اماكن عدة في الحديدة ستعيد بدورها عملية الانتشار بعد خروج الحوثيين وستشرف على عملية اعادة انتشار الطرفين لجنة مشتركة ستشكل من قبل الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين ويترأسها فريق من الامم المتحدة اتفاق السويد اوكل مهمة حفظ امن واستقرار الحديدة لقوات محلية وهي قوات سابقة كانت تتولى الملف الامني في المدينة قبل انقلاب الحوثيين في 2014 كما اوكلت مهمة تأمين موانئ الحديدة لقوات خفر السواحل تحت قياداتها السابقة قبل الانقلاب وجميعها تخضع لاشراف الامم المتحدة وقد حذرت الحكومة اليمنية من ان عدم التزام الحوثيين بتنفيذ بنود الاتفاق يلغي اتفاقات السويد وقال وزير الخارجية خالد اليماني ان الحكومة وقعت مع المتمردين الحوثيين 75 اتفاقية منذ بدء تمردها في 2004 ولم تلتزم الميليشيات بواحدة منها لكونها جماعة متمردة تتلقى اوامرها من ايران وحزب الله معنا الان من باريس مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية جمال العواضي مساء الخير استاذ جمال مرحبا بك معنا في غرفة الاخبار بعد الساعتين او اقل يبدأ وقف اطلاق النار بحسب اتفاق الحديدة كما جاء في التقرير وزير الخارجية اليمنى يقول الحكومة وقعت 75 اتفاقية مع الطرف الانقلاب حتى الان منذ عام 2014 لم يلتزم هذا الطرف بها ما الذي برأيك سيدفعه هذه المرة الى الالتزام اعتقد انه الذي يعرف الكثيرين الان الكثيرون بان هذه الجماعة لا تعيس لغة القوة وان القوة وحدها هي من دفعت بهم الى ستوك هولم الى انفاوضات السويد لو لا تقدم القوات المشتركة المقاومة التهامية والانصارات التي حققتها وقرب تحرير المدينة لما كان الوافق الجانب الحوثي الانقلابي على المشاركة في اي انفاوضات كما رفضها سابقا يعني عندما نعود الى الخلف نجد ان الحوثيين دائما هم كانوا من يعيقوا ويعرقلوا اي اتفاق يصل الى سواء كان في الكويت او في جينيف هم كانوا يعولون كثيرا على الدعم الايراني يكون هناك تأثير على المجتمع الدولي ولا زالوا يعولوا على هذا ولكن واضح جدا ان هؤلاء لا يعوس هو لغة القوة ولغة القوة هي الوحيدة التي احضرتهم الى ستوكولم و حقيقة انا لا ارى يعني الاتفاق ستوكولم كافي بما يحقق تطلعات اليمنين لا بد ان يعيق المجتمع الدولي انه هناك رغبة شعبية وطنية يمنية لعقيقة يعني للخروج من هذا الكابوس الذي يعتبره يعني عنصر الرئيسي فيه المجموعة الحوثية الحديدة عب تعز مناطق كثيرة يعني اذا تحدثنا على المذهب السني لا تقبل بان يحكمها مجموعة انقلابية يعني لا تنمية ولا تسامح ولا حقوق انسان ولا ديمقراطية انا استغرب حقيقة يعني ان الامم المتحدة التي بعسب ما نعلم من مبادئها التي تعلنها دائما هي تحقيق تطلعات الشعوب نحو الفرية نحو الحقوق الانسان نحو الديمقراطية الذي نرى الان في اليمن شيئا اخر برأيك ما الذي ينقص اتفاق ستوكولم كما تعلم استاذ جمال اتفاق ستوكولم هو اتفاق يعني اولي لا يعني انه هذا نهاية الازمة اليمنية ولكن اتفاق ربما بداية لانهاء هذه الازمة ما الذي ينقص هذا الاتفاق من وجهة نظرك في حقيقة الامر كنت نتوقع ان يسلم ميناء الحديدة يعني للقوات المشتركة والقوات التهمية ابناء المنطقة التي يعيش فيها والذين هم يقاتلون لأجل استعادتها وهذا حق من حقوقهم الوطنية المحلية الأخل ولكن يعني اعتقد انه كان من الضروري التعامل مع الضغط الدولي بغرض التخفيف من معاناة المواطنين وبالتالي الموافقة على هذا الاتفاق الذي اعتبر قانونيا مخالف لقرار مجلس الامن 226 الذي اعتبر الحوثيين مجموعة انقلابية على ياتف سلم السلاح وتنسحب يعني من المدن التي احتلتها فبرغم ان الامة المتحدة تناقض قراراتها الا انه كان واضح جدا ان الشرعية الامنية وقوات التعالف وقائد التعالف العربي قدمت ما نستطيع ان نعبر عنه نوع من حسن النوايا للحوثيين ونرى هل سيستمروا في وقت اطلاق النار ام انهم سينتهيكون انا من رجل التظري ارى انه هم يعتبروا اتفاق السويد هو نوع من استعادة الانفاس للعودة والتوسع ولا ننسى ايضا ان لهم تحركات في الخارج ولهم مؤيدين في الخارج وهنا كلوب ايراني للأسف اخواني يعمل ضد توجهات التحارف العربي وبالتالي ضد توجهات ارادة الشعب اليمني في تحقيق امنه واستقراره طيب لو نظرنا الى بعض التفاصيل السيد جمال فيما اتعلق بحفظ الامن والاستقرار مسئولية هذه المسألة تقع على من بحسب الاتفاق قوات محلية اوكلت اليها مهمة حفظ الامن والاستقرار في الحديدة يعني هذه القوات كمان تشير المعلومات كانت موجودة سابقا لأي جهة تتبع هذه القوات تحديدا ما هي هذه القوات اذا كان لديك معلومات في حقيقة الامر يعني القوات المحلية التي كانت تسيطر على الوضع سابقا هي القوات الحفظية الانقلابية بالنسبة لي وللكثير ليس واضحا ماذا يعني بقوات محلية هل هي قوات مشتركة هل هي قوات وطنية موجودة اما بالنسبة لحديث حول تسليم الميناء للأمم المتحدة أو قوات يعني حفظ السلام الأممية هذه القوات كانت موجودة في لبنان وجنوب السودان وسيراليون والبوسنة والهرسك ولم تستع أن تقدم شيئا بالعكس يعني كانت في الوسط تتلقى الضربات من هنا وهناك وفي الأخير رحلت وتركت الأمور كما هي ولكن دعني اقاطعك هنا أستاذ جمال هذه ليست قوات حفظ السلام كما تعلم جيدا قوات حفظ السلام تتطلب قرارا من مجلس الأمن بهذا الخصوص يعني يجب أن يكون هناك تفويض واضح من المجلس الأمن نعم نحن نتحدث عن إشراف للأمم المتحدة أيضا هذه مسألة يعني غامضة أو ضبابية إلى حد ما إشراف الأمم المتحدة بأي آلية تحديدا هل هذا واضح في الاتفاق ما هو الإشراف الأمم المتحدة إذا تم فبالتالي من السهولة جدا التوجه إلى مجلس الأمن وإصدار قرار يعني يكون هناك قوات يعني فاصلة أو تحجز بين القوتين المتحاربتين حتى يتم الإشراف بشكل مباشر على عملية الإغاثة الإنسانية بالدريقة الرئيسية التي يتحدث عنها ويتحدث عنها جميع يعني في كل المفاوضات واللي يناقش المجتمع الدولي في كل مكان الآن هنا بالنسبة لليمن باعتبر أنها أزمة يعني إنسانية يعني عالمية أصبحت الآن فبالتالي يعني موضوع قوات حفظ السلام وبدأ الحديث عن بعض الشخصيات العسكرية ذات أصحاب القبعة الزرق ليسوا غير قوات حفظ السلام وليس أن الصعوبة أن يبدأ طرح مشروع ما لحضار قوات إلى هذه ولكن ليس لن يكون لها ثقل ولن يكون لها تأثير ولكن سيكون الهدف والغرض هو ما يسمى بفتح المجال لإغاثة إنسانية يعني أوسع وفتح لإنقاذ الشعب ولكننا هنا حقيقة الأمر هناك نقطة في غاية الأهمية وغاية القطورة في ضم هذا الآن يعني الوضع الغير واضح الضبابي إلا أن هناك قوة ناعمة أخرى قادمة تتسلل أو سوف تتسلل عبر النظامات الإغاثية سواء الذين يعملون مع وكالات الأمم المتحدة أو الوكالات الإغاثية الدولية والتي يعمل معظمها تحت يعني إشراف وتعاطي مع الحرس الثوري الإيراني وأيضا جماعة الأخوة المسلمين طبعا في اليمن معروف يعني أنه حزب الإصلاح ومن الأعزاب التي محترفة بشكل كبير في التعامل مع قضايا الإغاثة والأعماد الخيرية لخدمة مصالح الحزب وتغلغل في مفاصل الحكومية وغير الحكومية بالنسبة لحرس الثوري إيران هذه التجربة سابقة تمت بعد غزو العراق تم في بداية الأمر تغلغل كثير من النظامات تحت مسمى الإغاثة الإنسانية ولكن جميعها في العراق كان يعمل بدعم وتمويل من الحرس الثوري الإيراني هذه معلومات لا تخفى على أحد ولا تخفى أحد وبالتالي أعتقد أنه يعني لابد الآن من الانتباه لكل العناصر التي سوف الآن تحاول أن تتحرك داخل الحديثة تحت مضلة الإغاثة الإنسانية وهذا موضوع خطير جدا لأنه سيأتي هناك من يثير العرقلة سيأتي هناك من يعرقل مجموعة مخبرين تعمل لطرف مواجهة الطرف أقصد لدعم الحوثيين أو لهذا التحالف غير الواضح بين الإخوان والحوثيين الآن من قطري إيراني فعقيقة الأمر الوضع الآن يحتاج إلى بالنسبة للعمل أن يكون هناك انتباه أكبر لمسألة الإغاثة الإنسانية في الحديدة وكيف ستستغل نعم هي القوات الناعمة القادمة الآن التي ستحاول أن تقدم الحوثيين وتقدم جماعة الإخوان أقل من ساعتين يبدأ سريان ووقف إطلاق النار وسيكون هناك مؤشرات على مدى الالتزام بهذا الموضوع سنتابع هذه المسألة شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال العواضي مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية كان معنا من باريس ترجمة نانسي قنقر